سنتر بدون سنتر السلام عليكم ياكم هيثم اكتبا سؤال بخصوص الفيديو مع البارحة ما القوايش سنجاوب عليها بحس النية يعني نعتبر اللي سائل كل شي ما يعرف قايش الدينامو ما بي سنتر ليش لأن الشيف مالتل مشيفة صايرة بالطول فما ممكن انت تسوي لها سنتر وهو أصلا ما بي السنتر يريد يضمن انه يقول لك مثلا هذا البلي يصير بالمكاري الفلاني باللحظة الفلانية الدينامو احنا ما يهمنا هو راح يكون موجود المهم يشحن او ما يشحن هنا مثال القايش اللي يحتاج سنتر شوف الشون مشيف مشيف بالعرض اما اللي مشيفات بالطول فما الهن اي سنتر وما يهمنا السنتر بيهن سنتر بدون سنتر قوة الشد مال القايش او شقد راح نضبه او ضغط او شون تعرف مضبوطة ورمج الشدة تفحص الفولتية مال الدينامو او اذا ما عندك افوميتار تشغل اللايتات تشغل تبريد تسوي حمل الكهرباء اذا قام يصوفر ويطلع صوت معناها انه انه انت ما ضعبه بحيث به رخاوة وجا يصير به يعني شون يزلق او سلب شغلة ثانية اذا انت مرخي زايد القايش يقوم يلعب هيتش يرجف يرجف القايش المضبوط من يفتر المفروض يصير خط عدل لا يلعب هيتش ولا يلعب هيتش اوكي واذا تريد تعرف انه انت قبل السهداني كليتهن من الضبه حاول تفرك بيدك لازم يجو اياك تقريبا شون هسوا مو هيتش عدل بزايد يجو اياك هيتش لكن اذا قدرت تفره يعني بعدك مرخي زايد وهنا كذلك تعليق اشتري انه لماذا تلعب بالداينامو و الضغط مالته توخر الضغطة يا ضغطة في هذه الحالة بالفيديو اللي انا جاين نسوي الداينامو هو شخصيا الضغطة هو داينامو وهو بيسجة بحيث تضغط القايش اما اكو سيارات يصير الداينامو الى برغية ثابتات ما يتحرك ما تقدرت بتحركها اصلا ويصير ضغطة ثانية هذيتش ويصير سبرينج لو هيدروليكية شون الدبل الصغير هنا سؤال الاخير يقول لك انه شديت القايش وخلاص بسرعة يعني انه انتهى تأذى بسرعة هو انا جاوبته بالتعليق اللي هو لو القايش نوعيته موزينة او مخزنة بتخزين موزين لان هو مطاط هذا ممكن انه بالشمس ويبسان او من ذا يريد يشدو مقروض مضروب يعني بالشد فهذا سببين ومتوفرة عندي قوايش لمحركات الأربعة سلندر الكورية من موديل 13 وصعد يعني محرك 1600 1800 1400 موجودات شون رأيكم بشي فيديوهات يعني مثلا احنا مون نشوف فيديو تجي علي تعليقات مرات تكون غريبة مرات طبيعية نرجع ثاني يوم نحكي عليهم شون هذا الفيديو هذا كان كل اللي عندي وشكرا فيما الله اشتركوا في القناة